اوبو نزلت النسخة المعدلة من اوبو اف وان اس او معنى صح نسخة 2017 مع كومبيديا وي ودي او سبيديا ودي نظر على اوبو اف وان اس 2017 ومقارنتهم مع هواو جي ار فايب 2017 لما سألت اوبو مصر ايه الجديد في النسخة دي عن النسخة اللي نزلت من شهور كان ردهم هو حاجة المستخدمين في السوق المصري المستخدم كان شايف ان التليفون كويس ده طبعا من خلال دراسة اوبو مصر للسوق المصري ان المستخدم المصري كان عايز تليفون 4 جيجرام وذاكيرها داخليها 64 جيجا نسخة السوق المصري كانت 3 جيجرام و 32 جيجا ذاكيرها داخليها فلسبب ده اوبو نزلت النسخة دي وهو ده الفرق الوحيد بين النسختين ما فيش اي اختلاف في التصميم جودة تصميم العالية والمميزة السماكة والوزن الممتازين انت شابه الكبير مع الايفون اللي يزغل العينيك لو انت بتحب الايفون ولو حد شفك وانت مسك تليفون ده من بعدي والواو حتى الشاشة مازالت بدقة HD طبقة الحماية Gorilla Glass 4 مفيش اي اختلاف في جودة الكاميرا 15 ميجا بيكسل كاميرا خلفية بفلاش اوحادي والكاميرا امامها بدقة 16 ميجا بيكسل نفس الصور نفس الدقة نفس جودة الالوان السيلفي الخرافي ملك السيلفي حرفيا في الفأس عريلي طبعا ده فيديو مختصر ليل جديد وفقط لان في مراجعة مفصلة لنسخة 3 جيجرام وزاكرة 32 جيجا ومعدها الميت الف مشاهدة على القناة فمش محتاج ان نعيد نفس الكلام هسيب لكم مراجع فاصف الفيديو البطارية طبعا جيدة جدا للبصمة الخرافية اسرع بصمة استخدمتها في هاتف زاكل الان هي بصمة هاتف اوبو قالا واحدا لكن 64 جيجا ذاكرة دخلية هو شيء مماز جدا للتليفون بجانب احتواء الهاتف على منفذ مفصل للميموري كارد مع مكالية الاحتفاظ بميزة تشغيل الخطين حتى وانت مركب ميموري ده شيء مرحب به جدا ذاكرة ضخمة دعم ميموري دعم خطين حتى وانت بتستخدم الميموري كمان دعم الهاتف للأتي جي بالتالي تقدر توصل الفلاش خارجية ايكس وارت واس بي على ديليفون من خلال وصلة الأتي جي الى ده اصبح افضل بفضل سوفت اوبو خفيف جدا اه انا شايف ان هو نسخ من الآيوس الخاص بالاي فون واvid بشكل كبير واان بشكل شخصي مش حابي بالسوفت ده لكن فعلا خفيف وما عرفش ازاي مستقر بشكل كبير على الرغم من اللعب الكبير والتعديل الضخم ده عليه ده كان في نسخ 3 جي 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 فيما بقى لو كانت 4 جي جي Tanz نفس المعالج كمان ثمان الانوية فلده فعلا هيكون اقوى وافضل عدد التطพوقات اللي شه possessها تكون اكثر يعني من الآخر تقدر تعمل مهام كتيرة بشكل مستريح بفضل الـ 4 جيجا رام فالخلاصة أن الاختلاف أصبح في زيادة الـ 4 جيجا والساعة الداخلية الـ 64 جيجا مع الاحتفاظ بكامل مميزات اللي في نسخة 3 جيجا والـ 32 جيجا ذاكرة دخلية أما بالنسبة لمقارنة النسخة المحسنة مع الشيء عرفها في نسخة 2017 فأنا عملت مقارنة ما بينهم مشاكل مفصل لكن هنا تغير الوضع أصبح الأوبو يتفاق في روطة الذاكرة الدخلية والأداء العام يعني أوسط فتحة أطبقات أكتر في الخلفية والسلاثة الأكبر في الاستخدام غير كده تبقى مميزات وعيوب كل هاتف موجود في المقارنة المفصلة على القناة وتقدر تشوف مميزات وحيوب الأوبو F1S بشكل مفصل في المراجعة المفصلة التي أنا عملها لنسخة 32 جيجا والمقارنة المفصلة أيضا مع الهوجة رفاية بنسخة 2017 عشان تعرف مين هي الأفضلية على التاني مع الأخص في الاعتبار أنك ممكن تزود الرام لأربعة جيجا والزاكرة أربعة وستين جيجا في الأوبو وكل ده هتلاقوه في وصف الفيديو من خلال الضغط على عنوان الفيديو ده لو عجبك الفيديو شايف أنك استفدت منه فممكن يوصل لك إشعار بأحدث في مراجعة وقت نزولها من خلال الضغط على اللوجو اللي ظهر لك دلوقتي أو من زر الشراك الموجود أسفل الفيديو ما تتساشر لايك للفيديو والشير مع أصدقائكم وتابعتنا على الفيسبوك سبحانك الله ومحمدك نشهر الله إلهي الآن نستغفرك ونتوب إليك سلام عليكم